اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش كل تحركات وليد غياض نتائجها مضمونة ملف النازحين السوريين حيكون بملف برسم الانفجار سلامة الترسيم لا ينفي الأحداث التفجيرية على الحدود طوارئ في السرايا الحكومية سقوط أحد الوجوه بأسلوب إجرامي تحريك مدبر لمسلسل ناري بينطلق من أحد مخيمات فلسطين عباس إبراهيم لن يتقاعد رغم تقاعده الصرفين بديرة الاستهداف ظروف إسسنائية بتفرط على الباتريارك الإبتعاد عن مكتبه بين بر وبحر بيهز الحجر في لبنان طائرة بتتعرض في لبنان نجيب ميقاتي بيأخذ عبرة ممن سبقوه وحاولات انتقامية من وزارة المالية في لبنان أحد أولاد الرئيس بري في دائرة الاهتمام حي الشرونة وأحداثه بتهز الإعلام داعش بتحرك في شوارع لبنان أحد نواب حاكم مصرف لبناني بيقبل التحدي نتائج مضمونة بتحركات السفير الأسترالي والدبلوماسية اليابانية في لبنان بتتصدر الأحداث سعد الحريري صدمة بالذهاب والإياب الترسيم البحري برسم خارق في المعادلة أهل الكوميديا في لبنان بيحولوا الأسود إلى أبيض ماجداء الرومي بتكثف نشطها سنة حزينة في الإعلام اللبناني ميشيل عون بيمحي أكتر من سطر أسود في سجلاته مسلسل الخطف مستمر تاريخ جديد بيكتب في صور غادة عون بتحاول حتى لو بجناح واحد ثقة الكبيرة على المحكمة العسكرية تشهد الساحة الدينية هبة السفيرات بيملؤون المشهد اللبناني في أكتر من محطة تبديل مراكز ومناصب واستقالات في الكنيسة أحمد الحريري بيعد العدة لمستقبل المستقبل حركة نشيطة في ملف الجزر الكويتية تسلسل العهود والولايات بأعلى سلطة كويتية ينقطع بروز وجوه غير تقليدية بالسلطة سعاد العبدالله وحياة الفهد في اسم بيسرق الأضواء مرتين مفاجآت سرزة صلة بقوانين رياضية الصدمة بتختار أحد أفراد آل الصباح بحنكة محفوفة بالخطر مرزوق الغانم بيتسلل من جديد بتظهر للعلن استعدادات أحمد الفهد لسلوك مصار جديد مشعل جابر الأحمد بيشعل الكويت سكون الكويت ما رح يكون طويل الأمد وبيحدث ما يعكر الجو غلايان داخل قاعدة أمريكية وسقوط وجه معروف على أرض الكويت الشراط بتنبأ بخبر بيخص الأمير حمد الثاني وطوارئ ذات صلة بالطيران بلبلة بتخلق هو بين تميم وإيران تميم بيصل للفاتيكان الشيخة موزة بتتذكر الزمن الماضي كل الناس بتحدثوا عن العرس القطري تميم بيباشر إقامة مونديال سياسي على أرض قطر وإدم شيرين أبو عقلة بيسجل انتصارين نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين مهمة أصود العرين غير وهمية وبتشق طريقها والسلام بيخزو غزة جنون عسكري في جنين القدس الشرقية أرض الشرارات كل الثورة هتكون هتتغنى بمحمد عساف الإمارات بتودع شخصية عظيمة حالة طوارئ في شوارع الإمارات خطوة إماراتية تركية بتشغل بال العرب أبو ذبي بتستقطب بدل دبي أهم وعود الشيخ محمد بن راشد لمستقبل دبي حيتحقق التنافس الإماراتي السعودي حيكون مجال تقدم للبلدين لا تزال الإمارات حتتوقف على نقطة في أوبيك تغيير المراكز والمناصب السياسية بيتغير على أرض الواقع محمد بن زايد ميت رجل ميت رجل دولة برجل وبيعزز تحالفاته طقس الإمارات بيشهد تغييرات مذهلة مخيم الهول شرسته بالصورة والنساء داعش والأردن الرياضة السورية بتطلع من قلب العطمة صنائية سوريا ومصر وبخط عريض وصنائية الأسد أردغان من دون سابق انزار للجيش السوري أكتر من مهمة بتحملها أسماء الأسد في الداخل والخارج وبتتعرض لسلسلة مخاطر وأيضا علي المملوك بيظل رجل الفجأة والمفاجآت عواصم غير طبيعية النظام السوري بيغير نظامه والليرة السورية بتتغير واللعب فيها بيطير رؤوس انتلق معركة نزع الفساد من سوريا عودت كبار الصناعيين إلى سوريا والنازحين رجعين مواكب مواكب الشرق والغرب بيرى الأعمار في سوريا حملة من الحملات للمصرف المركزي السوري بتحقق بعض الأهداف بتتزعزع بقوة صمود الوجود الأمريكي في سوريا ردت فعل سوريا على عضوان إسرائيلي أنواع من المعارك بتغير في سوريا طائرات عربية وأجنبية ذهابا وإيابا في سوريا تعديل مهام في الفرق الرابعة كؤوس وميداليات للمرأة السعودية راشد الماجد من قمة لقمة بتنحرف الأنظار عن موسم الرياضة على إسر حدث مفاجئ من سيكون ولي العهد الجديد؟ تركي قال الشيخ بيقود معركة شرسة ضد الحساد وسفيرة السعودية في أمريكا لن تبقى سفيرة اكتشاف مواقع جديدة في السعودية محمد بن سلمان على حلبة لإجراء مصلحة وانتفاضة استباقية لمحمد بن سلمان لملف خشقجي والملك سلمان محور الأخبار مبنى سعودي بيخطف الأنظار عنوان الضجة في التصفية والإعدام بالسعودية عيون الكاميرات على الأمير محمد بن سلمان والعرش يالي ناطر ينطر بعد غيمة ألأ على الفنان محمد عبدو انتبعنا الآزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة بشكر حضراتكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم بكل الخير والحب والسعادة ترجمة نانسي قنقر